لدى تسلم سموها الإصدار الأول من صحيفة الجنوبية تايمز الألكترونية من سمو محافظة المحافظة الجنوبية كدى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان أهل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن أولوية عمل الحكومة في مختلف مراحل العمل الوطني هي مواصلة جهود التطوير والارتقاء بكافة مدن وقرى المملكة عبر مشروعات تنموية تعزز من مستوى جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبي تطلعاتهم في حياة معيشية ذات جودة عالية وأشار سموه إلى حرص الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين عبر منظومة متكاملة من المشروعات التي تغطي احتياجاتها في المدن والقرى وأن توجهات سموه للمسؤولين في مختلف القطاعات دائما تؤكد على ضرورة تكثيف اللقاءات المباشرة مع المواطنين والاستماع لمطالبهم والعمل على حلها وقال سموه إن خدمة المواطن واجب نعتز به فشعب البحرين يستحق الكثير وعلينا أن نعمل جميعا من أجل الوصول بالوطن إلى أعلى مراتب الرفعة والتقدم الحضاري الذي تستحكه البحرين وشعبها الكريم وأضاف سموه كلنا شركاء في بناء الوطن وعلينا جميعا أن نكون يدا وحيدة في هذا التوجه وأن لا يشغلنا عن المشاركة في نماء الوطن وازدهاره أي أمر آخر وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل اليوم في قصر ليضبية سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة أهل خليفة محافظة المحافظة الجنوبية والذي أهدى سموه الإصدار الأول مطبوعا من صحيفة الجنوبية تايمز وهي صحيفة ألكترونية واجتماعية أسبوعية تهدف إلى تعزيز التواصل مع الأهالي والتعرف على أبرز الأنشطة والمرامج والفعاليات التي تقوم بها المحافظة وخلال لقاء أثناء سموه على مبادرة المحافظة الجنوبية بتنشين صحيفة الجنوبية تايمز وما تمثله من قيمة كواسيلة إعلامية تعزز من مبدأ الشراكة المجتمعية بين أبناء المحافظة والاطلاع على إنجازاتها وخدماتها وعرب سموه عن عجابه بما تميزت به الصحيفة من مستوى متطور في المحتوى ومن ثراء في الموضوعات الأمر الذي يوضح مدى حجم الجهد الكبير الذي بدله القائمون عليها وتمنيا سموه لهم استمرار النجاح والتوفيق ونوه سموه إلى الدور الهام الذي يقوم به الإعلام في دعم مسيرة التنمية في مختلف محافظات المملكة من خلال تركيزه على كل ما مشانه أن يسهم في تنوير الرأي العام وربط المواطن بقضايا وطنه ومجتمعه وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالجهود التي يقوم بها سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة في الارتقاء بالمحافظة الجنوبية من خلال حزمة متنوعة من المشروعات التنموية وحقق تطورا مشهودا في مختلف أوجه الحياة بالمحافظة من جانبه عرب سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة عن خالص الشكر والتقدير للأمير الوالد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يقوم به من جهود في سبيل نماء الوطن وتقدمه مشيدا بما يليه سموه من حرص ومتابعة لكل المشروعات في المحافظة الجنوبية وبقية مناطق البحرين وأكد سموه أن توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تشكل منهج عمل للمحافظة من أجل تحقيق تطلعات المواطنين وقال إن التشجيع الذي نلقاه من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء يشكل لنا حافزا على بذل مزيد من الإنجازات التي تعود بالخير على المواطنين وأكد سموه أن حرص المحافظة على تدشين صحيفة إلكترونية تختص بأخبارها يأتي انطلاقا من أهمية دور الرسالة الإعلامية في تحقيق التواصل المجتمعي الذي يشدد سموه دائما عليه باعتباره أحد أهم الأدوات في دعم مقومات التنمية التي تشهدها مملكة البحرين في كافة القطاعات ترجمة نانسي قنقر